هكذا احتفل أسورستم لعب نادي الشرط العراقي بعد الفوز الكبير على السد القطري برباعية ويرد على لعب نادي السد حسن الهيدوس عندما تغلب منتخب قطر على العراق في عام 2021 حسن الهيدوس يحتفل بهذه الطريقة بعد الفوز على منتخب العراق ليأتي الرد من قبل أسورستم في عام 2023 ويرد على حسن الهيدوس بعد الفوز على السد القطري أسورستم دخل كبديل طارئ فجعل كل العرب في حال الطوارئ أسورستم لاحقته سهام النقد طويلا وصل العمل حتى أنسفته الكرة أخيرا كسب ركل الجزاء وسنع هدف وسجل هدفين عمل كبير من الكاكا أسورستم ينتظران الفائزين من مبارتي الغد في ختام دور الثمانية الشرط العراقي والهلال السعودي إلى نصف نهاي كاس ملك سلمان تأهل فريق الشرط العراقي والهلال السعودي إلى الدور نصف النهاي لبطولة كاس الملك سلمان للأندية العربية 2023 لكرة القدم في انطلاقة منافسات دور الثمانية من البطولة مساء يوم السبت فاز فريق الشرطة على فريق السد القطري بالنتيجة 4-2 في مدينة أبهى بينما حقق فريق الهلال انتصارا بالنتيجة 3-1 على فريق الاتحاد السعودي بقيادة كريم بنزيمة في محافظة الطايف في المباراة الأولى سجل أهداف الشرطة كل من أسورستم هدفان وأمير صباح وأحمد فرحان بينما جاءت تنائية فريق السد بواسطة اللاعب أكرم عفيف وفي المباراة الثانية سجل أهداف الهلال كل من سيرجي سافيتش وسالم الدوسري ومالكوم فيليب بينما جاء هدف الاتحاد بواسطة روماريو دا سيلفا وينتظر فريق شرطة الفائز من مباراة الرجاء المغربي والنصر السعودي بينما يلاقي فريق الهلال الفائز من لقاء الشباب السعودي والوحدة الإماراتي وذلك في إطار منافسات الدور نصف النهاي وستكمل منافسات دور ثمانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الفين وثلاثة وعشرين بمبارتين يوم الأحد حين يلتقي الرجاء مع النصر والشباب أمام الوحدة مبارك للسقور اللقب السادس في بطولة الكأس قوة جوية ينهي الموسم بلاقب مهم بقيادة المثابر مؤمن سلمان بالفوز على أربيل بهدف واحد الأزرق سيطر وأبتع بمواجهة طموحات لاعبي أربيل هارت لك لأربيل يكفيكم فخرا الوصول للمباراة النهائية الهدف مهند عبد الرحيم يؤكد جدارته مرة أخرى في تتويج جهود الجويين الافتحية للحضور الجماهيري المميز في آخر مباريات الموسم الكروي الطويل ما أجمل الكأس ألم يحن الموعد لتغيير درع الدور بكأس أجمل تسميما وتنفيذا ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الكابتن عدنان درجال يبارك تأهل الشرطة ويكرم الفريق بارك رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال الإنجاز الذي حققه فريق الشرطة الرياضي بتأهله إلى دور نصف النهائي لبطولة الملك سلمان الجارية أحداتها في المملكة العربية السعودية جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعه برئاسة البعتة مؤكدا إنما تحقق من أبطال الشرطة يعد إنجازا جديدا للكرة العراقية إذ أثبت الفريق الأخضر علو كعبه رغم قوة وشراسة الفرق المنافسة وآخرها السد القطري وأشار عدنان درجال إلى إن الاتحاد لن يألو جهدا في دعم الفريق من أجل الوصول إلى المباراة النهائية مبينا إن الاتحاد قرر تكريم الفريق بمناسبة التأهل وسيردفه بآخر في حال التأهل إلى المباراة النهائية من جانبها قدمت رئاسة البعتة شكرها وتغديرها العاليين لرئيس الاتحاد العراقي عدنان درجال على دعمه المستمر لفريق طيلة المشاركة العربية مشيرة إلى إن ذلك لا يعد غريبا على رئيس الاتحاد العراقي الكابتن عدنان درجال ومباركا لهم هذا الإنجاز الكبير وزير الداخلية يهاتف الملاك التدريبي ولاعبي نادي الشرطة الرياضي بعد تأهلهم إلى نصف نهاي أبطال العرب أجري وزير الداخلية سيد عبد الأميرة الشمري مكالمة هاتفية مع الملاك التدريبي وعداء فريق نادي الشرطة الرياضي مقدما لهم التهاني والتبركات بعد تأهل فريق الشرطة العراقي إلى نصف نهاي كأس العرب للعندية وأكد السيد الوزير إن المتابرة والتفاني كانت العمل الأساسي في تأهل هذا النادي العريق مشيرة إلى إن أبناء الشعب العراقي ينتظرون أن يتم تتويج الأبطال في النادي الشرطة بكأس البطولة مجددا دعمه ومساندته للملاك التدريبي وجميع اللاعبين ولعب نادي قوة جوية حمادي أحمد القوة الجوية سيكون منافس في كل موسم على لقبي الدوري والكاس والأسبوع المقبل سيتم العمل بملعب الفريق شريف عبد الكادم مرينا بظروف صعبة خلال الموسم والتتويج جاء بمجهود الجميع حمز عدنان رغم كل الظروف الصعبة التي رفقت الفريق حققنا الكاس إذا وصلك الفيديو يرجى الاشراك بقناتنا ليصلكم كل جديد وشكرا لكم على المشاهد